الخبر الأول اللي عدنا عن نورستار وليش هي مذذائقة والمسابقة اللي سوتها فنورستار نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الاستوري اللي تقول بيه انه نفسياتها زفت هذه الفترة بصراحة وبما نوصلت 17 مليون حابة انه سوي مسابقة انه اي شخص راح يضحك راح تنطيمي الدولار الصراحة ما ادرج القصة اليوتيوبر عن نفسياتهم تعبان هذه الفترة ونقاطين عن سوشال ميديا الصراحة اللي يارف يتمنى السبب بالكومنتات كيفون توقعاتكم متحرياتكم الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو وسام تيكيتو بيسان فوسام نزل على حسابها بالإنستغرام هذا الاستوري يحمس بالمتابعين للمقطاع راح ينزل باتر وجام اكتبوا صورة مصغرة من نوع التراف بالحب أول بيناتهم فتوقع الصراحة انه المقطاع راح يكون مقطاع اسئلة أو مقطاع الترافات يعني راح ينزل الساعة بالخمسة على قناة ففنبولي أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي اسو وإعلانها عن أغنيتها الجديدة اسو نزلت هذا المقطاع على قناتها واللي كتبت عليه تعليق وثبتتها وهذا التعليق كانت كاتبي بي حطوا لايك على مودة سوي أغنية طبعا تقليق حاليا محصيل 2600 لايك فاروحوا كلكم حاليا حاليا حطوه لايك وخليها تنزل أغنية جديدة فاكتبوني يا حبايا بالكومنتاج قدتم تحمسين لهذا الأغنية أو لا الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على لنا tenis beauty بسبب تنزيلها لهذا السوري اللي نوعا ما سبب صدمه وتهجم فالستوري صراحة ان كانшن نوعا ما غريب أول شي ملابسها كانت غريبة وثاني شي كان رقصها أيضا يعني غريب ولكن الصراحة كونا شوية بالغة بالموضوع صار يقولون انه هي سكرانة كانت بالستوري مثلا هو صراحة الستوري نوعا ما غريب مادر الصراحة انكتبوونا بالكومنتات شون رأيكم بهذا السوري شون رأيكم بالتهجم تستحق أو لا؟ الخبر الرابع اللي عدنا عن حرب اللي صايرة بين اليوتيوبر بالنسبة لأشخاص الميعرفون شون اللي صاير فشبكة اي تي بالعربي مساوية مسابقة انهم ساوين تصويتات للأفضل كأفضل مغني كأفضل ممثل كأفضل يوتيوبر من هذا الكلام وطبع الأشخاص هم اللي يصوتون منه اللي يريدون فهوية من المشاهير اللي يطلبون من ممتابعهم ان يصوتون لهم منهم أنس اللي نزع على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي يتمنى بي انه يصوتون عليه اللي هو أنس واصال لك أفضل كبص بالفين وعشرين اللي هو يتحدى بي القنوات العالية الثانية ونفس الشي أحمد أبو الرب اللي ينزع على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات هم يطلب بها من المتابعين انه يصوتون لك كأفضل شخصية باليوتيوب تكتبوني يا حبايا بالكومنتاج شريكوا بهذا الخبر ومنون تشوفون أكثر شخص يستحق هذه الجائزة من بين الأشخاص المرشحين بس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع أتمنى المقطع أجابكم نسيسوا تحطوا اللايك بسركوا بالقناة شكراكم في زي مقاطعة من لكس القصص وبس مع السلامة